اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ننزل على خيار الاكثر نعطي خيارات تطلع لي هلأ خيارات برنامج او قائمة ماكروسوفت وورد ننزل على شي اسمه خيارات متقدمة او الادفانس باللغة الانجليزية ننزل لتحت منلاقي قائمة اسمها عرض او view ننشوف ضمن هاي النافذة عندي وحدة القياس مكتوبة بالسنتيمتر انا بقدير حطها بالبوصة او الانش ندير حطها بالميلي متر ندير حطها بالبوينت ندير حطها بالوحدة الاخيرة من وحدات القياس انا سنخليها بالسنتيمتر بعد ما اخترنا وحدة القياس نضغط على موافق اذا اخترت وحدة القياس مخالفة للسنتيمتر بتلاقي اختلفة الارقام اما اذا خلتها بالسنتيمتر فبتلاقي هذا القياس هو القياس الالفور نعجبكم الفيديو لليوم والسلام عليكم ورحمة الله